نعم إذا ممكن تلاحظون الموقف هو مستمر يمكن صار لأكثر من أسبوعين هو بين الستة الاف والاثمانة الاف يعني يصعد في هذا المعدل وهذا المعدل ارتفع الحقيقة بعد التجمعات البشرية التي حدثت كما تعلم بعد زيارة الأربعين وزيارة رجب بعد أربعة عشر يوم أو عشرة أيام بدأ هذا الارتفاع لأن كان المعدل أربعة الاف بهذا المعدل ووصل إلى هذا الستة الاف وهذا شيء متوقع يا أستاذ كريم لا يوجد أي مظاهر من الالتزام بالإجراءات البقائية الحفلات والفواتح والأسواق يعني اليوم عندما تسير في المجتمع لا يوجد أي آثار لكورونا لا يوجد أي ظاهرة تدل بأن هناك وباء في المجتمع فالوباء لا ينحسر ورح يستمر بهذا الاستهانة الحقيقة بالإجراءات الوقائية زين والحل الحل هو أنه يعني المجتمع خطورة الموقف وإحنا قلنا يمكن عدة لقاءات قلنا أنه هذا الوباء قابل للتحور والتحورات خطيرة وحدثت جنوب أفريقيا وحدثت بالبرازيل وحدثت في بريطانيا والآن في الهند واللقاحات طبعا بالإضافة إلى أنها اللقاحات لا تكفي اليوم للعالم حتى تلقح في وقت قياسي هي شحيحة وبالتالي البلدان كلها بالغة 20% 10% 2% هذه المعدلات يعني حتى نلقع اليوم الشعوب حتى نص 70% يحتاج إلى نفة 5 إلى 10 سنين حتى نلقع 70% من دول العالم هذه النسبة التي تستطيع أن تسيطر على الوباء وحتى للقاح قدرنا هذه التحورات المستمرة بالفيروس ستفشل فعالية اللقاحات لأن لا يمكن اللقاح ينجح في مقاومة كل التحورات ما ممكن يعني راح مناتها شنو راح يصير راح يصير تجديد وتحديث باللقاحات وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن الإجراءات الوقائية راح أنت تاخذ لقاح نعم تطمئن نفسيا بأنه أنت راح يطيك حماية الحماية 70% 80% من السلالة الموجودة في العادية لكن مثلا السلالة الجديدة لا نعلم مداها بس على الأقل أنت تحمي من هذه السلالة ولكن لا يمكن الاستغناء عن الإجراءات الوقائية ولذلك الآن إحنا أمام تحدي كبير الحقيقة لأنه متخوفين من دخول هذه السلالة بشكل أوباخر ربما تدخل هذه الهندية لأنه ليس شرطا تأتيك من الهند ربما تأتيك من أي دولة أخرى من أي دولة بالهند ويأتيك ومثل ما صارت هي الصينية ما أجاننا من الصين أجاننا من إيران بداية أول حالة وبدأت تنتشر النوب من بقية الدول ترجمة نانسي قنقر